قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ريستانو إن الحلفاء الأوروبيين سلموا أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية ما يقرب 224 ألف طلقة مدفعية و2300 صاروخ وأوضح المتحدث أن قيمة الإجمالية للذخائر التي تم توفيرها بلغت مليارا ومئة مليون يورو ويؤكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أنهم أنفقوا حوالي 20 مليار يورو لتزويد أوكرانيا بالأسلحة من جميع الأنواع